اليوم سوف نتكلم لكم على مرام غريبية صناعة المجد في أقصى الظروف وتمييزات في وسط الانتقادات وخلت تاريخ من الفن ومدرسة كبيرة تعلموا منها أجيال وأجيال هي أيقونة الفن تشكيلي شعيبية طالعا تولدت فشتوكا قرية صغيرة قربة من مدينة جديدة عاشت يتيمة تحرمت من تمادروس وهي صغيرة مني درت سبع سنين انتقلات بشتعيش في الدار البيضة مع عمها من بعد زوجات مني كملت 13 سنة بعدها بعامين ديال زواج زوج ديالها توفى الله يرحمه ودس في دوره صعيبة بزاف شتغلات بزاف ديال خدامي باش تقدر تعيش وتعيش الولي ديالها وتقريه حتى تقدر أنه يمشي لفرنسا باش يكمل الدراسة دياله اكتشفت موهبتها في الرسم بالصدفة مني كانت كتابع الولي ديالها وهو كيرسم في موهبته حتى لقات رأسها مولوعة بالألوان وبالرسم وبالفن تشكيلي فالشعيبية تقول كان في الحلوم ديالها كيجيوها الرجال لابسي اللبيض ويعطوها ريشة وقالوا لهذا ورزقك من ثم من بعد هاد الحلم بغا تحقق هاد المنامة ومشا تشريت لوازم ديال الرسم مني لابن ديالها كبر كمل القرية دياله وتكوين دياله في فرنسا رجع المغرب باش يفرض الاسم دياله في وسط يعني في مجال الفن تشكيلي وواحد لمرة عرض على الفنان بيغ قوديبيرت اللي هو المدير متحف الفن الحديث الفرنسي وكان هو أول واحد كتشف الموهب دياله هو كان في زيارة المغرب باش أنه يكتشف مواهب جديدة في الرسم واحتكتشف الشعيبية وأول ما عرض دارت كان في الضلبي دا ومن بعد في باريز وعدد من الدول الكبيرة في العالم تعرضات لوحات شكيلي ديالها تعرضات عفوا العدد من الانتقادات اللي اعتبروا لوحاتها فقط خربشات فقط يعني خطوط وبالالوان وفقط لكن الشعيبية كانت كتترجم أحاسيسها وذكرياتها في الرسومات ديالها وتصنف الفن ديالها بما يعرف الفن الفطري وتباعد لوحات ديالها بما بالغ كبيرة جدا وأجل